السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم اثنين من الفصل الثاني هنتناول الغرض أو مقدمة عن هذا الفصل نمر واحد بنقول أن الهدف من هذا الفصل هو الوصف المبادئ الأساسية الفيزيائية وعليقتها بالتركيب البنائي للمطر الجزئية الثانية لكي نتفحص العلاقة ما بين الستركشور بتاع الأتوم والبوند والبروبرتز بتاع الانجينيينج ماتيريز وسنبدأ في تعريف الأتم مبدئيا الأتم من أوائل منعرف الأتم في الحقيقة كان الفيلسوف دوموكراتز اللي كان عايش من 370 لـ 460 قبل الميلاد وهو اللي أوجد تعبير الأتم وكانت مستوحى في الحقيقة من الكلمة اللاتينية اللي اسمها أتومز وكانت أتومز بمعنى الـ indivisible أي المادة أو الجزء الذي لا يجزأ أو الشيء الذي لا يجزأ وإذا كانت هي معناها الشيء الذي لا يجزأ فمعناها أن هي أصغر جزء وهو أيضا هذا الشخص كان مصدق ومقتنع تمام القناعة أن هذه الأتمز لا تجزأ ولا يمكن أن أنا أتلفها لأن بما أنها صغيرة الحجم جدا ولا يمكن أن تتجزأ إذا لا يمكن أيضا أن أنا أشكلها He believed that atoms were indivisible and indistractable طيب بعد كده هذه الفكرة في الحقيقة يمكن ساعدت النظريات العلمية أو اتفقت مع النظرات العلمية فيما بعد لكنها لم تشرح السلوك الكيميائي للمواد وأيضا ليست معتمدة على علم يعني ما كانش فيه تجارب علمية أو طرق علمية هو يعني تحراها عشان يقدر يزبط أن هذه المادة أو الأتم هي معناها الشيء الذي لا يجزأ ولا يشكل طيب وظلت كما هي مقرد فلسكة وظلت كما هي مقرد فلم وظلت لعظة الفكرة شكرا